سؤالين وهم مهمين في نطاق الأسرة يعني الهدف الرئيسي طبعا الحفاظ على الأسرة المصرية إن إيهنا يبقى عندنا معدل الطلاق بدل ما في مصر معدل الطلاق مصر رقم واحد عايزين ننزل نبقى إيهنا الأخير في القايمة عاوزينينا نتراجع نتراجع نرجع لورا لأن ما يصحش إنه مصر الحضارة والتاريخ إنه بقى إيهنا أعلى نسبة الطلاق على مستوى العالم فدي تمثل مشكلة فكل الحوارات الهدف منها الحفاظ على الأسرة المصرية سؤالين العايزة أسألهم أهالينا في تونس عندهم القوانين بتمنع التعدد هي زوجة وحدة ولما سألت حد صديق لي في تونس قال لي لأن مع التعدد لازم يكون في عدل ومحدش بيعدل فهنا اختصرنا الموضوع وخلناها زوجة وحدة وقطعوا الطريقة على الموضوع عطعوا أفلوا الموضوع ده أهالينا في السعودية منعوا الطلاق الشفوي في السعودية أهالينا منعوا الطلاق الشفوي السؤال هل نقدر إيهنا في مصر نعمل الكلام ده دقائس الدولة تكلم في تكديد الخطاب الديني بدل المرة 10 شكرا لحضرتك شكرا يا فقدم الحقيقة أنا بشكرك على الطرح اللي طرحته هو حط إيده في لب القضية فعلا لأن الراجل بيستفيد بكل ما أعطته الشريعة من مساحة وعلى رأسها مساحة التعدد الزوجات وهو عندما يعدد لا يرعى حق الزوجة الأولى أو أنه ليس في حاجة لهذا التعدد هي تقوم بكل شيء لا يقتنع بالأولى طالما ما أنا عند الفرصة والشرع مديني يبقى عارفة واحد عايز يستفيد بالفرصة واللي أعطاه الشرع له هي ده مشكلة في كثير من بيوتنا يقولك أنا ما يجدش حاجة حرار أنا عملت اللي ربنا الدهولي ربنا الدهولك للضرورة ولذلك كنت أود من الشيوخ ومن اللي بيتصدد الخطاب الديني أنهم يأكدوا على أن متى يجوز أو تجيب مش يجوز كمان تجيب التعدد في حالة أن الزوجة لا تقوم بدورها كزوجة سيدة مريضة عجوز لا تستطيع أن تعدل زوجها حقه هنا يحق له أن يتزوج أنها لا تنجب وعايز يبقى أب برضو من حقه والفقهاء توسعوا في هذا الموضوع متى يجوز التعدد في حالات البيت الزوجية إذا كانت الزوجة مريضة لا تستطيع أن تقوم بدور الزوجة أو عقيم لا تلد أو أنها لا تستطيع أن تفي الزوجة حقها حقه حقه أيضا إلى آخره لكن إحنا لا ننظر لهذه الضوابط أبدا اللي اتفق عليها فقهاء المسلمين إنما هو مجرد الرغبة مجرد تجربة ما نشرع مديلي ما نجرب إيه 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 يخص عليه وبنات الناس بقى لعبة يعني ما بقتش لها الوزن الذي يحمله المساق الغليز هو ربنا سبحانه وتعالى ما سمى مساق الزواج بالمساق الغليز وجعلنا بينهما مساقا غليزا ليه هذا التوصيف للمساق حتى يأخذ قدسيته ويأخذ رسوخه في البيت مش في أبسط رغبة إن أنا أطوح به من الشباك لا وهد أسرة كاملة ويحرم أولاد من نعيم الاستقرار في بيت أبوه طيب